الاستراد تفتح للسيارات المستعملة الهايبرد 3 سنين قبل سنة الموديل حلو! يلا بسرعة كلنا نجري يلا بسرعة علشان نشوف موضوع الاستراد ده نشتغل فيه يلا شركات تبتدي تشتغل على الاستراد الهايبرد المستعمل يلا نبتدي ناخد فلوس من عملة يلا والدنيا جميلة يلا وخلاص العربيات الهايبرد المستعملة دي ارخص من العربيات الزيرو فالدنيا تبقى لطيفة بالنسبة للناس حلو الكلام يجيلك بعد كده قرار بعديها بشوية تم وقف استراد السيارات الهايبرد المستعملة والاستراد للعربيات الهايبرد هيبقى زيرو موديل السنة بس ها 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 نشي هبه يلا استراد العربيات الكهرباء المستعملة زيرو المستعملة بقى بدل الزيرو تقدر تستوردها مستعملة قبل سنة الموديل بثلاث سنين من اي حتة يلا واش اعرف ايه العربيات الكهرباء هتبقى رخيصة ونبتدي نوفر بقى في استهلاك الوقود ونجيب عربيات الكهرباء والدنيا بقت حلوة يلا بينا نبتدي برضو ننفست في فلوس واستثمارات ونعمل شركة للاستراد ونبتدي نستورد عربيات كهرباء عشان الناس تنبسط ويبقى معهم عربيات كهرباء ويتعبوش في زيت وفلاتر وبجهات وبنزين وشافيه والعربيات المستعملة للكهرباء دي هتبقى سعرها كويس طبعا لان غير الزيرو الزيرو غالية جدا خلاص حلو الكلام هبه تم واقف استراد العربيات الكهرباء المستعملة والاستراد للعربيات الكهرباء هيكون زيرو فقط حلو الكلام ده دي حاجة حلوة قوي طي ماشي هتبقى نوصل لفين بقى بعد كده يعني شان نبقى عارفين خلاص وييفنا عند كده اه تمام خلاص احنا اول وييفنا عند كده وتقدروا حضراتكم بقى الشركات اللي بتستورد دي او الناس اللي عايزة تجيب عربيات لنفسها من بره تبتدي تدور على عربيات زيرو موديل السنة وخلاص مش هنعمل لهم اي عقبات تانية خلاص يالله يا جماعة هنعمل ايه هنجيب عربيات زيرو موديل السنة بس وشكرا واتحيا جمهورية مصر العربية وهننفست بقى واستثمارات وشغل وكده حلو لأ نسيت اقول لك بعد شوية ايه اللي حصل العملة بقى عشان تستورد بيها احنا البنك المركزي هيتطلع قرار عشان الاعتماد المستندي بس انتو مركوش دعوة يبتوع الاستراد الشهر شخصي انتو مركوش دعوة مش انتو المقصودين بالموضوع ده اللي الناس اللي عايزة عربية لنفسها لأ كلام ده اللي الناس اللي بتجيب بالعشرين والتلاتين والميتة العربية انتو لأ تقدروا تستوردوا عادي بمستندات تحصيل عادي مفيش مشكلة ملكوش علاقة بالاعتماد المستند طيب كتر خيرك والله حضرتك يعني شكرا جدا وكل حاجة ويلا بقى نكمل شغل بس معلش يعني في عقبة كده هتقابلكم. ايه حضرتك العقبة اللي هتقابلنا? اه لو حضرتك هتجيب عملة وتعمل بها اداع في البنك لازم تقولي انت جبتها منين? طب انا هجيبها منين? ما اكيد يا فلوس متشالة يا فلوس جايلي من بره اه مثلا اخوي اشغال بره ولا حاجة او من السودا لا والله يا حضرتك الفلوس اللي من النوع ده مش هنقدر نحطها لك في حسابك ويه حضرتك لفها ولبسها. يعني ايه? يعني ده يعني حضرتك دي قوانين دولة وش هنقدر نعمل فيها حاجة ولكن تقدر تستورد عها دي مفيش حاجة مفيش اي مشكلة تستورد. يعني ما احنا مش هنوقفلك الاستراد ان انت تستورد عربية بنفسك مش هنوقفها لك. لكن العملة والله الدولار واليورو والحاجات الجميلة دي حضرتك احنا عشان انت تحطها في حسابك لازم تقول مصدرها فين واحنا نقول تمام ولا مش تمام. ماشي. اه حاضر انا حضرتك اه بعت كزا وعملت كزا وجبت يورو حطيته او انا حضرتك اه حطيت فلوس بالمصري وحولتها لحسابي بره بالمصري وهناك انا اتصرفت في العملة واشتريت بيها العربية. في مشكلة كده? لا والله يا حضرتك ما عندناش اي مشكلة. بس لازم برضو تبعرف شوية حاجات بسيطة زبيرة لازم تحطها في حساباتك. ايه الحاجات البسيطة الصغيرة حضرتك اللي. في حاجة اسمها فاتورة الكترونية. دي لازم تدفع فلوسها. في ضريبة للأسف لما العملة سعرها بيتغير. الدريبة دي بتزيد. اه كمان الفاتورة اللي حضرتك تبقى جايبها من بره. احنا ملناش دعوة بيها خالص. دي حضرتك احنا بنحسب الدريبة على القيمة التقديرية اللي موجودة عندنا. برضو لو العربية حضرتك قعدت اكتر من اربع تيام خمسة تيام في الميناء. بعد كده في حاجة اسمها ارديات. لازم تكون جايبت معاك شهادة يوروان من اوروبا. ان العربية دي منشأ بتاعها اوروبي او 60% من الناتج السيارة دي ذات منشأ اوروبي. فدي متجمع في اوروبا. فعشان لو مش كده حضرتك هتلبس العربية. انا اسفين يعني. يعني ايه? يعني ايه? يعني ايه? طب حضرتك في حاجة تاني احنا تمام خلاص عملت مكتب في اوروبا. لان اليوروان طبعا حضرتك مش ترعف تطلعها من اوروبا دلوقتي. غير لو ليك مكتب في اوروبا سجيله وتجار بتاع ضربية عشان تقدر تخاطب التوكيلات. ليه? لان التوكيلات اللي هنا خطبة التوكيلات اللي هنا جالت لهم لو اي حد بقى ييجوا تدولو شهادة يوروان. احنا مش هنعرف نشتغل وكده عوى ومش هينفع. فبعد يزنوكم حد تدوش حد بقى ايه عربيات اللي بيعودوا يكاريته عربيات على الانترنت. ويبعتوها لكم بره في المانيا وانتو طلعين ل العربية ويجو بوها ويجو بيها هنا. الكلام ده مش هيكل. اه? فبنفضلكم. طيب فانا نعمل ايه بقى احنا يا بتاع الاستراد? فرحنا عملنا مكتب في اوروبا وعملنا سجيلة وتجار بتاع ضربية عشان نقدر نخاطب التوكيل. نطلع منه الشهادة اليوروان. في حاجة تاني حضرات السادة الافاضل ولا نقدر نستورد كده عادي? والله يعني الموضوع حاجة بسيطة كده كمان. افتكرنوها فحبنا نزودها. ايه حضرتك? يعني اه لو العربية بس فيها جهاز تتبع اللي هو الجي بي اس ده. فتروح تطلع بس ايه حاجة كده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الانتي ار ايه? حاجة كده بسيطة كده يعني هتكلفك بتاع ستمائة ستمائة وخمسين سبعمائة يورو كده يعني حاجة زغنونة كده شهادة كده يعني عشان تبقى ماشي بعربية فيها جي بي اس يعني وكده. انا مش فهم والله يا حضرتك. في حاجة تاني طيب. علشان احنا كل ما نحسب الحزبة للناس. نيجي من العربية توصل. الحزبة بتختلف. فالناس بيبقى عندها مشكلة ان الفاكرة ان احنا اللي بنزود تمن العربية. واحنا ولا بنزود تمن العربية ولا بنعمل حاجة. فحضرتك كده في حاجة تاني. ولا نقفل شركات الاستراد دي. وخلاص على الله. التوكلات دلوقتي ما عندهاش عربيات. الموزعين ما عندهمش عربيات. المعارض ما عندهمش عربيات. فالناس اللي عايزة عربيات دي هنعمل فيها ايه? انت عايزهم يعملوا ايه? يروحوا هم يجيبوا عريض بنفسهم. وتيجي في الجمرك وتحجزها وبعدين تنزلها مزاد وتكسب انت من ورها عشان العربيات قعدت وعملت ارضيات وبتاع ما تقول لنا من الاول وخلاص. احنا عايزين نفهم. ليه كل فترة بيطلع قرار جديد من هيئة جديدة بتعاركة للدنيا? سواء كان استراد شخصي او استراد شركات او دوكلات او 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 او. ليه ما عندناش يعني انضباط في النظام يعني 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 العيب في النظام حضرتك. النظام النظام فيه خلل. يعني كل واحد عنده فكرة عايز يطلع بالفكرة دي يطلع لنا بحوار جديد يعطل لنا كل اللي فات. ده حضرتك مش مناخ مشجع للاستثمار. ده مناخ مشجع للخسارة فقط. احنا بنخسر بس. احنا بنخسر بس. طيب. من فضلكم. اه رجاءا. انا طبعا عارف ان كل هيئة من الهيئات او كل وزارة من الوزارات اللي موجودة مطلوب منها طارجت معين كل اخر سنة. هتيجي تقعد في قاعدة اخر السنة مع اه رئيس الوزراء. ايه ايه? يتلبوا عشان ما حققوش الطارجت. الطارجت ده انا ما عنديش مشكلة ان انت تبقى خايف على شغلك وخايف على مستقبلك وخايف على وظيفتك وخايف على الانكم اللي اللي لازم يخش الدولة. انا ما عنديش مشكلة في بس لازم قبل ما سيادة معالي رئيس الوزراء يعود مع الهيئات والوزارات دي ويحطوا الخطة لازم يتفق معهم انه قبل ما اتطلع اي قرار ارجع لي. يرجع لرئيس الوزراء يعني. فرئيس الوزراء لما يجيله القرار ده عشان يبت فيه يوم يجيب الجهات المعنية ويقول لهم انا هتطلع القرار ده عشان هكسب من ورا القرار ده واحد دين ثلاثة اربعة. انتوا هتكسبوا ولا هتخسروا? لو هتخسروا واحد دين ثلاثة اربعة فانا هعوضكم عنهم فكده الموضوع بقى حلو. مش مع بعض. انما لو مش هعوضكم يبقى لازم القرار ده ما يتخدش يبقى لازم نستنى عشان القرار ده كده جاي في الغلط. انتوا فاهمين قصدي ايه ولا مش فاهمين? قبل ما اتطلع قرار بعد اذنك هات الناس المستهلك التاجر المعرض التوكيل اه الوزارة الهيئة اه البنك المركزي وزارة المالية الجمارك هات كل الناس ونقعد مع بعد قاعدة كده اصغلنانا? ونقول هناخد القرار ده هيبقى العواقب بتاعته ايه? علشان نقدر نكمل. ولو تاخد قرار ما رترجعش في القرار ده او متعدلش عليه قبل خمس سنين علشان بزنس وايز اللي هيدخل جوه المنظومة الاقتصادية دي عشان يستثمر الكلام ده مش هينفع معاه. مش هيكل معاه الكلام ده. كل سنة فيه قرار كل سنة كل ست شهور كل مش عبي. الكلام ده غلط. اخيرا الناس اللي بتزعل على الاستراد. حاليا مفيش حاجة اسمها استراد اي عربية مستعملة غير سيارات زيو الهمم فقط لا غير. خلاص? وحتى كمان عربيات زيو الهمم بقت فيها مشاكل في العربيات الالفين سي سي. يعني العربية الالف وستمائة سي سي بس هي اللي ايه? الدنيا تمشي معاها زي الفل تمام. فوق الالف وستمائة سي سي يعني الالفين سي سي. الكلام لقى بقى كلام تاني خالص مختلف خالص. وارقامه مختلفة. بقى العربية مش هتبقى مجزية بالنسبة لزيو الهمم. طيب بالنسبة للعربيات العادية. بنزين هايبريد كهربا ديزل غاز اي عربية حضرتك محتاجها خلاص لازم تكون زيرو موديل السنة. العربيات الملاكي يعني مش الكميرشل زيرو موديل السنة. تمام? وعشان انت استفيد بالزيرو جمرك اللي هو ضريبة ويرد صفر لكن هتدفع ضريبة بس. خلاص? اه دي حضرتك لازم تكون العربية جاية من اوروبا انتاج اوروبي اكتر من ستين في المية ومعها شهادة يورو وان. خلاص? اه ولازم يكون السيركل بتاعت الفلوس بتاعتها اللي انت شاري بيها العربية لازم تكون واضحة للبنك المركزي شايفها بعنيه عشان ما يعمل لكش بلوك لحسابك والدنيا تخرب. والعربية متطلعش من الجمرك. خلاص? لو حضرتكم بتسألوا على العربيات رقيصة استراد فحب اقولك للأسف الشديد. اقل عربية استراد من اوروبا سعرها تمنمائة الف جنيه. اقل عربية استراد جاية من اوروبا سعرها تمنمائة الف جنيه. لو عايزين تعرفوا ايه هي العربيات اللي فرنجي السعر ده اكتبوا لي في الكومنتات. لو حضرتك عايز تسأل على اي عربية استراد جاية من اوروبا اكتبوا لي في الكومنتات. وانا اكتب لي العربية اللي انت عايزها وانا اقول لك سعرها كامل ياريت محدش يقول لي عربيات كوري وياباني بقى كية لا احنا بنستورد عربيات من اوروبا فقط ومنتجة ومصنعة في اوروبا خلاص العربيات الاكس فايف والاكس فور والاكس سيكس والاكس سيفن بتاع BMW كل دي عربيات يتم تجمعها في امريكا ومالهاش يوروان فما بنعافش نستوردها الجل اي والجل اس من مرسيدس بانز برضو نفس الكلام دي تجميع امريكي ومنعرفش نستوردها خلاص ما بنعرفش ليه لانها مش زيرو جمرك هتلاقي عليها رقم قد كده في الجمرك عشان تطلعها هسيب لجم في اول كومنت في الفيديو ده العنوان بتاعي لوحد عايز يشرفني انا مركز خدمة وصمكرة ودهان وافلام حماية ونانو سيرامك وكسسوارات وكمان شركة الاستيراد كل دول في مكان واحد في زهراء المعادي داخل مخطة وطنية الكبيرة او تو برو هسيب لكم العنوان واركوم التليفونات في اول كومنت ولو انتم تستفسروا على اي عربية سواء كان زيو الهمم او ملاكي زيرو اكتبوا لي العربية في كومنت وانا هرد عليكم ورجاءا يعني شير الفيديو يمكن يمكن حد من السادة المسؤولين يعني يشوف الفيديو ده ويعني يعمل بيه عامة الناس اللي مش هتقدر تستورد عربيات في الرنج التمانية الف جنيه هحاول عملكم فيديو تاني في ايه العربيات المتاحة من المتين الف جنيه لغاية الخمسمائة ستمية الف جنيه هنا في مصر تقدر تجيبها بدل ما تشتري عربية زيرو مثلا مش عجباك صيني او عربية شاف ان سعرها غالي فهجب لكم شوية عربيات مستعملة في الرنج الاسعار دي خلاص في الفيديو اللي جاي ان شاء الله ما تنسوش بقى فولو ها ماشي تنسوش اللايك والشير وكل قنواتنا الشريعة على سوشيال ميديا شريف ياسر اونتراك وفيسبوك يوتيوب انستجرام شريف ياسر اونتراك والتيك توك شريف ياسر سيفن واشوفكم دايما على خير كان معاكم شريف ياسر اونتراك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة